أنا عايزة أعرف من حضرتك هل دي أول مشاركة لك في الملتقة واسمعت عنه إزاي؟ طبعاً في بداية أنا طبعاً أشكر سيادتكم على الاستضافة طبعاً الملتقة أنا أول مشاركة لي مثلاً يعني علمية طبعاً أنا اسمعت عن الملتقة قبل كده بس أول مشاركة لي بورقة بحثية علمية في الملتقة طبعاً الملتقة يعني كان من السن يعني هو كان المفروض يعني إعلانه نزل آخر فيه 18 كان يعني آخر فيه 18 كان مفروض يكون أول فيه 18 بس تأجل على العموم أنا طبعاً أول مشاركة علمية في الملتقة بتشوف أهمية الملتقة ده يعني إيه أهميته بالنسبة لك؟ طبعاً هو على المستوى الشخصي ربما تكون أهميته أنك مثلاً يعني تحتك يعني بنخبة من الملتقفين من جنسيات مختلفة طبعاً وهذا شيء جيد جداً طبعاً خاصة بالنسبة لحد باحث لسه مثلاً في أول بداياته مثل الحالات نحنا بالإضافة أيضاً أنك مثلاً يعني تشوف مثلاً يعني تشوف مثلاً يعني قامات علمية متخصصة في المجال مثل مفكر حلم الشعراء والدكتور سيد فليفل ناس كبيرة متخصصة في المجال إضافة أيضاً أنك أيضاً يعني على أقل يعني تحتك أيضاً بإضافة إلى التخصص إنك أيضاً يعني تكون أيضاً تشربة لك ربما تكون مثلاً عندك أنت انطباع عنها ولا لأن أول تشربة لي مثلاً يعني في الملتقدة خلينا أقول لحيك أن عنوان الملتقة الثقافات الإفرقية في عالم متغير عازل شح للمشاهد يعني إيه؟ طبعاً في عالم متغير لأننا الآن في عالم الصرعة في عالم التكنولوجيا طبعا هل الثقافات الأفريقية لسه زي ما هي هل نحن مثلا نريد أن نعمل أبدية الثقافات الأفريقية كيف نحافظ على الثقافات الأفريقية في ظل تغير العالم الذي نعيشه الآن لذلك السبب طبعا الورقات العلمية المشاركة في المؤسمر كانت ورقات صراحة كانت سخبوية جدا وكانت صائعة جدا وكانت تلامس لشرح أو إن صحة تعبير تلامس مثلا واقع الثقافة الأفريقية لذلك السبب طبعا أنا أرابي مثل هذه الموضوعات محتاجة إلى أن تترق يعني هو واقع الثقافة في ظل يعني عالم الصورة اللي نحن نعيشه اليوم يعني أنت شايف التغير في العالم هو التغير التكنولوجي اللي حصل حيوه مش تغير في ثقافة الشعب نفسه يعني أو في عاداته أو في تقاليده تختلف من دولة الأخرى طبعا دولة أفريقية الأخرى صحيح بس ولكن إذن خليني جيلك من ناحية الثانية طبعا لأنه مثلا يعني التكنولوجي دي إذن أثرت على التقافة نفسها طبعا وغيرت عادات وغيرت تقاليد نحن نحاول على الأقل نحافظ على هذا الموروث القيم وموروث العادات والتقاليد من الاندثار أو الزوبان في ظل التغير الصحة التعبير